كنت أتصفح كل ما يقع بين يدي من كتب ومجلات وكانت قراءة الروايات والمسرحيات تشدني أكثر وكنت أحرص على متابعة العروض المسرحية في التلفزة وفي دور الثقافة كلما سمحت الفرص بذلك ولحظ والدي ذلك فشجعني وكان لتشجيعه وقع في نفسي فرحت في البداية أخطر من الروايات أيسرها وأقصرها وأمثلها مع صديقين فكنا نلتقي في أوقات فراغنا نقلد بعض الممثلين أو نتخيل أحداث قصة نتقمص أدوار أبطالها ونؤديها وصلنا أحيانا نؤلف بعض الروايات ثم نمثلها في مكان ننفرد فيه بأنفسنا فكنا في ذلك الوقت المؤلفين والممثلين والجمهور وقد أثار مرحنا ذاك إعجاب صديقتين لنا فانضمتا إلى فرقتنا الصغيرة وصلنا نؤلف مسرحيات نوزع أدوارها فيما بيننا وصدف أن رأت مسرحيتنا الأخيرة النور كان ذلك بساحة المدرسة التي جعلناها مسرحا وشاهد عرضنا الأول الجمهور التلاميذ والأولياء والمربين وقد شاركنا بمسرحياتنا تلك في الاحتفال بعيد الطفولة ويومها اكتشف فينا معلمنا مهارتنا في التمثيل فشجعنا وساعدنا على إماء موهبتنا وهكذا معيث بالمدرسة ناد للمسرح